يقوله انه تقرر احالة لعب برامد الشيبي للجنة الانضباط عشان كده كانت هذه الفقرة الشيبي والانضباط لمن؟ مين اللي من المفروض يروح الانضباط مع هذا اللعب المغربي؟ المناخ الرياضي، الاعلام الرياضي، النفوس، الأزمات معالجة اتحاد الكورة لهذه المشاكل كلها الحقيقة محتاج انضباط لكن أخيرا رد اتحاد الكورة بعد هذه الغيبة الطويلة وقال أحالنا محمد الشيبي للجنة الانضباط لمخالفته ليحة النظام الأساسي للاتحاد الكورة وليحة الفيفا ولا إحاتان تحذرها للقضاء على أي من عناصر المنظومة الكوروية ده وفقا لصحيح اللايحة المصرية والدولية الأزمة طبعا مش مهندس الكل فاكرها في مباراة الأهلي وبرامد كانت 23 يوليو 20-23 بعد المباراة وحصل الخروج غير المبرر بالمرة من حسين الشحات وأعتقد احنا هنا في ملك وكتابة كنا أول من قدال حسين الشحات وقلنا ده خطأ خطأ فادح جدا لا يجب بأي حال من الأحوال اللي لعب أن يرتكبه تعرض لضغوط، تعرض لسئات، تعرض لابتزازات كتيرة من الشيبي لكن ما كانش أبدا يستدرج لكده يعمل حاجة تعرضه للمؤخذة ويبقى شكله مش صح أنت بتدينه مش لأنك ما بتحبوش لأنك بتحبه ومش عايز يأخف هذا الموقف بالضبط الموقف تم الاعتذار عنه وهم في قط اللبس وبدأ وكأن الشيبي قد قبيله لأن حصل عتاب أنت شتمتني بأمي وزوجتي فراح حسين بيس راسه والتاني راح بيسه وحضنه وقاله لا تؤخذني يعني اعتراف متبادل بينهم من الاتنين أخطاء ولكن حج أمك على راسي ولكن حج أمك على راسي ولكن إنك أنت لمجرد أن واحد رصادته الكاميرا والتاني ما رصادتوش يبقى ده مخطئ وده مش مخطئ ما فيش حاج اسمها الجريمة اللي في الخفاء ما هيش جريمة والجريمة اللي في العلن هي الجريمة دليل قبول الشيبي لأذي قرار أنه قد صافر خارج البلاد اللي عمل العمرة فيتم استدعاؤه تعالى ما يعملش العمر يرجع يعمل العملة يعمل العملة اشتكي في النيابة ايو ايو اشتكي في النيابة الشكوى في النيابة هي المعضلة هو لو يرجع عشان يشتكي لجنة الانضباط وقد حدث ان برضو رحت لجنة الانضباط الشكوى بعد سلسلة من العقوبات بدأت من النادي وان الاتحاد ثم تم مضعفتها خلينا نذكر بيها لانه على طول بعد الازمة يا جماعة وقبل ما اللعيبة تخرج من الملعب كان مدير الكرة وقتها الكابتن ساد عب حفيز غرم حسين الشحات غرمة كبيرة 300 ألف جنيه تقريبا 250 ألف 250 ألف اجتمعت لجنة التخطيط وكابتن محمود الخطيب وقررت تغليز العقوبة على حسين الشحات مضعفتها مضعفتها لكام لنصف مليون جنيه كل ده يا جماعة رفض قاطع من الأهل لسلوك اللعب بتاعه مفيش أي تبرير عشان الناس بس للأسف وانت بتتكلم على الأوضاع القانونية في المشكلة دي يقولك ده مش عارف ايه وينفع وما ينفعش لا ما ينفعش ما ينفعش تحت أي ظرف لكنه عشان ما ينفعش كان فيه غرمة بهذا المبلغ نصف مليون جنيه غرمة على حسين الشحات وتوجه له لوم شديد على اللي حصل واللعب قبل ده واعتذر في الملعب وباس اللعب المغربي وتبدل العتاب وانتهت في وجود مدير الكرة في بيرامدز هاني سعيد اهي اللقطة لو تفتكروها بيه منظر واحد هيشكي واحد في النيابة انتهت وشي بساعتها لو الفيديو شغال بيقوله حاج وامك على رأس بص النتشامة نشوف الرضا الرضا بالاعتذار لكن زي ما جان بول سارتر بيقولك الجحيم هو الآخرون المشكلة في الآخرين الآخرين ما سيبوش اللقطة دي تعدي فضل دايما النفخ في الموضوع ولحق وشوف وتحريض علني كانت النتيجة انه مبدئيا سريعا ربطة او ادارة المسابقات الكابتن عامر حسين اخدت العقوبة وفقا لي تيرير مرائب المباراة تيرير حكم المباراة الشريط الرسمي للمباراة فخدت عقوبة عشرين الف جنيه وايقاف حسين الشاحات مباراتين يطلع حد ويقولك لا دي كبيرة دي قليلة لانه ما ينفعش هو توصيف اللي حصل لدى الرابطة او لدى ادارة المسابقات ان ده سلوك غير رياضي عقوبته في اللايحة اللي كل الاندية ماضي عليها بما فيها بيرامدز وبما فيها نادي الزمالك اللي اطراف منه متفعلة مع الموضوع اكتر من بيرامدز ان دي عقوبة السلوك غير الرياضي تجد حد يروح برضو مدخلك محمد ابراهيم واللي حصل يقولك ده خد اربع مطشوات ايوة علشان اللايحة بتقول السلوك غير الرياضي بخلاف حكم المباراة يعني ضد اي من عناصر اللعبة بس تسنع حكم المباراة العقوبات بتختلف عقوبة السلوك غير الرياضي تجاه الحكم من اربعة لتمانية فهو خد حتى محمد ابراهيم خد الحد اللي ادنى فيه فالربط باللي اتنين ربط غير بريء بالمرة خد حسين الشحات مباراتين ويقاف عشرين الف جنيه وظن البعض ان الموضوع انتهى على الاقل بعد العناق في حضور مدير الكورة في بيرامدز الحق تعالى من العمرة وهنا يبان برضو التربص الدائم ضد النادي الالي من مسؤولي نادي بيرامدز باستمرار حرصين على هذا التوتير في العلاقة ويطلع البعض يقولك ايه في ايه ما فيش مشكلة لا في مشاكل في نادي بيلاحق النادي الالي لغاية المحكمة الرياضية الدولية عشان يسحب منه اللخب الافريقي الى هذا الحد فكانت النتيجة روح النيابة راح النيابة اول ما راح النيابة النادي الاهلي او الفريق القانون بتاعه بيتابع حسين الشحات المحام بتاعه بدأ يتابع الموضوع وبدأت المسألة تروح في التحيات اتعاقب حسين الشحات من كل هذه الاطراف ثم تم استدعائه من النيابة المحامي الكبير اشرف عبدالعزيز محامي حسين الشحات خضر التحيات دافع عن حسين بكل التفاصيل النيابة قررت اخلاق سبيل حسين الشحات بكفالة عشر تلاف جنيه اللعب نفى طبعا في التحيات كل اللي نسب اليه في هذه المسألة وشرح ايه اللي حصل في الملعب وكان انطلب الاستاذ اشرف عبدالعزيز المحامي شهادة محمود عبدالمنعم الكهرباء محمد مجد افشة وطاهر محمد طاهر باعتبار ان التلات لعيبة كانوا حضرين الوقع وشهود على ما تعرض له حسين الشحات من اساءات من اللاعب وطلب الاستماع لأقوال استاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة والاستاذ عامر حسين مدير ادارة المسابعات او رئيس لجنة المسابعات باعتبار انه هم القائمين على المسابقة وعلى الاتحاد وعلى اللايحة اللي بتحضر هذا التقاضي تعالوا نشوف ايه اللي حصل هنا لدى البعض خلط الناس مش واخدة بالا من الحتة القانونية حسين الشحات لم يلجأ للقضاء ولا للنيابة حسين استدعي كمتهم او مشكو في حقه راح المحامي بتاعه لاستكمال التحيات والدفوع عن موكله طلب سماع اقوال جمال علام و مرائب المباراة وعمر حسين هنا البعض يقول لك حسين لازم يسحب شكوى حسين ما اشتكهاش حسين راح النيابة مستدعى هو النبساطة خالق لو اني ما فيش شكو في النيابة كان حسين حيكون موجود لا كان حيبقى مطلوب شهادة حد لا فهنا حسين حسين او محاميه ما اتهمش لعمر حسين ولا جمال علام هو الطلب مسؤولهم امام النيابة لسمع اقوالهم فيما يخص الواقعة والليحة والعقوبة التي تعرض لها ففي خلطة عند البعض يقول لك لا حسين لازم بسرعة يروح يسحب حسين ما اشتكهش طب نفترض يا ستاز بريب نفترض جدلا ان الناس دي عايزة تصير موضوع عشان يبقى موقف ضد موقف وان يستدعى حسين ماذا سيطلب من حسين الشحات من لجنة الانضباط هتقول له ايه اسحب شكوتك هقول لهم انا ما اشتكيتش او طب اسحب ايه اسحب طلبة بالاستدعى طيب حضرتك طالب من اللي قدم الشكوى انه يسحب الشكوى لو اتسحبت الشكوى ده جوز من التحيات انا انا اقوالي مش هتكون بقى موجودة اه يعني هو ما هي ماذا سيوجه له لجنة الانضباط مفيش ربط يعني حتى الناس مش فاهم يقول لك حاجة تانية اه يقول لك والنادي الاهلي مش طعن على هنجيلها اه هنجيلها بالسند ده فبقت المسألة الاهلي لما طلب اتحاده الكرة واتحاده الكرة رد مبارح بإحالة على فكرة ناس كتيرة قالت ان الاتحاد ما طلعش قرار إحالة الشيبي للجنة الانضباط ما طلعهش على الويبسايد الرسمي على موقعه الرسمي لكن هو في الحقيقة بعت للنادي الاهلي مبارح خطاب بالرد على شكوى النادي لانه النادي كان بعيد له شكوى من حاجة وعشرين يوم فبعت رد مبارح العصر انه ردا على شكوى كم بشأن كذا كذا نحيطكم علما انه الاتحاد اخذ قرار بإحالة اللاعب الخارق لللايحة الى لجنة الانضباط هنا اخدوا بالكم حاجة حسين المحمد الشيبي او بالاخرى مسؤول لبيرامدز كانوا لجأوا للجنة التظلمات ضد قرار لجنة المسابقات يعني هما راحوا للجنة التظلمات كان ساعتها المستشار عدل الشرباجي عليه رحمة الله هو المسؤول عن لجنة ولجنة التظلمات هل بسألك سؤال والنبي عشان تابع أنا واحد من جمهور دلوقت اه في سؤال اه هما لما راحوا لجنة الانضباط التظلمات التظلمات كان فيه بلغ للنيابة ولا كان كان لسه مرحوش يعني هو راحوا للنيابة بعد كده اه راحوا للتظلمات ضد قرار المسابقات يقولوا للتظلمات العقوبة بتاعت حسين الشحاد دي قليلة شوية فالمستشار عدل الشرباجي الله يرحمه ولجنته طلبوا من إدارة المسابقات وعمر حسين الأسانيد اللي انتوا على أساسها خدتوا العقوبة ردت المسابقات قدي تقرير الحكم قدي تقرير المرائب قدي شريط الرسمي للمباراة وقدي اللايحة اللي بتقول ان السلوك غير الرياضي عقوبته مباراة وعشرين ألف جنيه فلجنة التظلمات قالت لبيرامز فين المشكلة انت لجنة المسابقات اقرد او اتخذت قرار في ضوء ما توفر لها من تقرير ومن صحيح اللايحة ما اكتفوش بكده راحوا رايحين للنيابة العامة مع النيابة العامة بدأت المشكلة حد يقول لي طب هي ايه المشكلة مشكلة انك انت كنادي اهلي عندك لعب محترف الفيفا كلايحة او كنظام ليه حرم او منع او قيد حق التقاضي لانه يطلع بعض القانونيين برح شفت كذا حد يقول لك حق التقاضي مكفول لكل مواطن طبعا ده قولا واحدا اكيد لكن الدستور المصري نظم هذه العلاقة في مادة صريحة فيما يخص الرياضة انه مشاكل الرياضة وفض منازعاتها تكون من خلال القوانين الدولية والمواسيق الاليمبية علشان كده لانك انت العملية الرياضية متدخلة مدربين بيبقوا اجانب يشتغلوا في بلد غير بلدهم هيخضعوا الانهي قانون يعني محمد الشيبي ده لو المسألة متاحة ومفتوحة يشتكي حسين الشحات في محكمة الدر البيضة ولا يشتكيه هنا انهي قانون يحكم المشكلة اللي حصلت وممكن تحصل في ابي جيان في بطولة اتنين من دولتين مختلفتين بيتخانقوا في دولة تالتة هنا توحيد المظلة القانونية لدى الفيفا هو ده السبب الفيفا له فلسفة ان ينقى بالرياضة ان تكون موجودة في ساحات القضاء او النيابة او اقصام الشرطة يا سيد إبراهيم انا هقول لك على ما اذكر في واقعة في مباراة الاهلي والاسماعيلي لاعب من نادي الاهلي ذهب يتحدث مع لاعب من نادي اسماعيلي الاسمين عندي مش هقولهم فصفعه بالقلب فكرها هل خرج لاعب النادي الاهلي عشان يعمل وده أثناء المباراة أمام الحاكم يعني موقف ده حتى اللعيب ما اتطراتش حتى اللعيب ما اتطراتش خرج بقى حد من نادي اللي قال له روح بلغ النيابة ايه الفائل بقى انك انت تبقى بعد الماتش او قابل الماتش اللعب حصل الاشتباك بين اللعيبة طب ما انت كل اسبوع وكل مباراة بتاخد عقوبات على اشتباكات ما بعد المباراة ايش معنى لما حصل ده بين الشحات والشيفي بتقول لي ده مش فوقت المباراة انا باستغرب لحد قانوني لكنه قانوني بيتحدث عن غرض ودائما الغرض مرض يقولك ازاي ده الواقع بعد المباراة طب هو ما محمد ابراهيم كان بعد المباراة ما كل المشاكل اللي بتحصل من اللاعبين ومن الجماهير بعد المباراة ما الواقع اللي انت لسه واخد فيه عقوبات للإسماعيل والمصري بعد المباراة ده لو اشتبكوا مع بعض في قط اللبس الحكم بيستخدم الكارت يقدر يعمل يبقى فيه إجراء السلطة مقامة للحكم انا هنا بقولكوا على فكرة على فكرة الدستور بس ردا على الاخوة القانونيين اللي بيقولك حق التقادم وكفول بالمناسبة المادة 83 من الدستور المصري تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا المادة 84 ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهبين رياضيا ورعايتهم واتخاذ ما يلزم من تدبير لتشجيع ممارسة الرياضة وينظم القانون شؤون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية يعني بيقولك القانون هو اللي بينظم ده وفقا للقوانين الدولية يعني حق الاتحاد الدولي لما يتدخل في تنظيم الشأن هذا ليس خرقا للسيادة ده مش تدخل في شؤون مصر الداخلية ده الدستور بيديله هذا الحق إن المنازعات الرياضية وشؤون الرياضة تحل وفقا للقوانين الرياضية الدولية ومواسقها المفروض الأمور تبقى بينا خد بقى مساحة الهري والهبد وخط وخط